بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين قال الله تعالى على لسان أبينا آدم وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام بيدي وكرموا وأسجدلوا ملائكته وخلق له زوجة لتؤنسوا وأسكنهما سبحانه وتعالى الجنة لينعم فيها جنة التجربة لأن احنا مع أقوال العلماء التي ترى بأن هذه الجنة لم تكن الجنة جنة الخلد وإنما هي مكان منتخب على ظاهر الأرض في من كل شيء يحتاج إليه آدم وزوجي وزيادة لإجراء هذا الامتحان والتدريب إلا حيتعرض له سيدنا آدم من وسوسة إبليس وماذا بعد هذه الوسوسة وهذا الرأي هو المختار بالنسبة إلي من أقوال السادة المفسرين بأن هذه الجنة كانت جنة التجربة أباح الله تعالى لسيدنا آدم وزوجه في هذه الجنة أن يأكل من الجنة من حيث شاء من ثمارها لكن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم شجرة معينة امتحان واختبار ليهم وقد نادى الحق سبحانه وتعالى على سيدنا آدم بإسمه تكريما له ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة عشان يجري عليهم هذا الامتحان فلم يترك الحقيقة اللعين آدم وزوجه يتمتعان بهذا النعيم وهذا التكريم وتلك المكانة وبدأ يوسوس وزين ليهم الأكل من الشجرة المحرمة فوسوس لهم الشيطان والوسوس في اللغة يعني الصوت الخفي اللي مش مسموع وسوسة الشيطان ما يجده الإنسان في نفسه من الخواطر الرديئة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إن للشيطان لما تم بابن آدم وللملك لما فلمت الشيطان إعاد بالشر وتجذيب بالحق تلاقي كده وسوس مش حلوة تهزك ما تخلكش سابت ما تخلكش على يقين مما أنت علي من يقين فتلاقي دايما تجذيب بالحق إعاد بالشر دي من ضمن الواردات الشيطانية وكمان في واردات من الملائكة الكرام بأمر من الله تعالى فبدأ يوسوس لآدم وزوجه وقال الله تعالى واصفا هذا الحال لنا في القرآن الكريم فدلهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وما زال إبليس يخدع آدم وزوجه بالترغيب في إنهم يكلوا من هذه الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش غيرها وده كان رمز دي فيه هنا رمزية لإن الحلال كثير والمحرم شيء قليل جدا فكان كل ما في الجنة حلال لآدم والشجرة دي هي الوحيدة المحرمة إنه يطعم منها وديرا مزية زي ما قلنا لحضراتكم فإن المباح كثير والمحرم شيء قليل لامتحان واختبار بني آدم استجابوا لوسوسة إبليس وأطاعاه فلما طعم من الشجرة المحرمة وانكشفت لهما عوراتهما خجلة وجعل يجمعان بعض أوراق الشجر من الجنة ليسترى بها عوراتهما فعاتبه الله تعالى على هذا الأمر فقال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين لكن نسي سيدنا آدم وعصا ولما أن وقع ما وقع من نسيان آدم الأمر الإلهي والاستجابة لوسوسة إبليس أراد التوبة لأنه خال في الأمر الإلهي وعايز أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه هيعمل إيه ساعتها؟ قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فما هي تلك الكلمات؟ جاء بيانها يعني الآية جات في البقرة بيان الكلمات دي للتلقي ده كان إيه؟ بيانها جاء في آية الأعراف لهي جوهرة اليوم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فأخذنا فربنا سبحانه وتعالى علمه إنه لما يقع منه شيء بيخالف فيه الأمر الإلهي يدعو الله بهذا دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فكان النداء بربنا لإن الرب هو المربي والمصلح والسيد يعني يا ربنا نعترف أننا ظلمنا أنفسنا فأخطأنا وقصرنا بمخلفة أمرك ونسيانه وطاعة الشيطان في إغوائه هذا الشيطان الذي هو عدونا وعدوه وهذا الحال في دعاء التوبة هو الحقيقة يعني مرحلة الاعتراف بالزمن دي أول مراتب التوبة الصادقة بأن يعترف المذنب بذنبه بين يدي خالق طالبا للرجوع إلى الطريق المستقيم فيكند أرجى للقبول إنك أنت تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى إنك أخطأت إنك قصرت ومعنى أنك اعترفت إن قلبك عصرت التوبة إزاي أنا عملت كده إزاي أنا أخطأت إزاي أنا خالفت ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الببل التائبين فعلمنا هذا الدعاء وقص علينا هذا القصص لنتعلم لأن القرآن الكريم لما قص علينا القصص قص علينا من القصص ما نحتاج إليه في دنيانا وأجرى على ألسنة الأنبياء الكرام والصالحين والأولياء من الأدعية المباركة اللي احنا قلنا لحضراتكم إن الأدعية هي مفاتيح الخير والفرج والنصر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن لم تغفر لنا وتستر ذنبنا غفر الشيء تقول غفرت الإناء يعني غطيته إن لم تغفر لنا جاي من الغفر أو تقول غفرت الإناء أي غطيته فكلمة تغفر يعني تستر الذنب بتاعنا ولما يستر الذنب معناه أنه تجاوز عنه يعني يعفو ويتجاوز عنه كأنه ما تمش بيغطيه بيستر عليه وبيكلم رب العالمين سبحانه وتعالى إننا نكونن من الخاسرين إن لم تغفر وترحم هنكون من الخاسرين لخسر الدنيا والأخرة بخسران مغفرتك وعفوك ورحمتك فإنه سبحانه وتعالى إذا ستر عفى تكرما منه وفضلا والحقيقة إنه لم يكتفي آدم وزوجه بطلب المغفرة فقط بل طلب معها يعني مع ستر الزم إن يتغمدهما الله سبحانه وتعالى برحمته وإن لم تغفر لنا وترحمنا وحيبتدوا بقى يدخلوا في مزيد طلب يعني مزيد من طلب الرحمة ومزيد من التذلل لله سبحانه وتعالى عشان يطلبوا من الله اللطف بيهم قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هنكون من الخاسرين يا رب إن لم تغفر وترحم هنكون من الخاسرين إن لم تغفر وترحم اللي خسروا أنفسهم بظلمهم لها في إنهم أسروا وخلفوا الأمر الإلهي ويخسروا غفرانك يا الله وما ينعموش برحمتك ولا شك إن ذلك هو الخسران المبين لما الإنسان يفوت غفران الكريم ورحمة الرحيم يبقى ذلك إذا فاتوا ده يبقى ده الخسران المبين وطبيعي لأن المؤمن في حياته الدنيا حيواجه عداوة إبليس عن طريق الوسوسة والإغواء والحقيقة برضو إن إبليس كشف عن أسلوجه مع بني آدم لأنه بيعلن العداوة وهو حاقد لأنه ده اللي ربنا خلقه وكرمه وأسجد له الملائكة الكرام لما أمروا يسجد ما سجدش وربنا أرد لسيدنا آدم هذه التجربة وذلك التمرين اللي أجرى عليه في هذه الجنة جنة التجربة وبعدين زي ما قلت لحضراتكم قص علينا القرآن هذه القصة لنتعلم منها كيف نتوب إلى ربنا من الزنوب التي لا محال سنقع فيها إبليس لما ترد من الجنة وترد من رحمة الله تعالى بسبب كبره وعدم طاعته لأمر الله تعالى هو راح أيل والقرآن الكريم سجله عشان يعلمنا ربنا ويلفت انتبهنا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائيهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني حجلهم من كل نحية ومن كل جهة من كل جهة أستطيع أن أنا آتي فأوسوس لبني آدم وألتمس كل غفل أو ضعف حيكون فيه حتى لا يكون أكثرهم مؤمنين ما فيش بعد كده حقد وغل إبليس يعلن ذلك ويسجل لنا القرآن الكريم ما قاله إبليس اللعين لننتبه إلى أنه لن يتركك على طريق الاستقامة سائر إنما سيأتيك من كل مكان بكل يعني ما يستطيع من قوة من يمينك من شمالك من فوقك من تحتك يأتيك ويوسوس لك ويغري بك على فعل المعاصي عشان كده ورد في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات اللي هي الدعوات دي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي فكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يدعه أبدا صلى الله عليه وسلم إبليس أعلن خطته وأعلن أنه مش هيسيب بني آدم والإغواء اللي هيجريه والوسوس اللي هيعملها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لنعتاد أن نرددها ولا نتركها كما كان لا يتركها صلى الله عليه وسلم وختاما كانت أول عبادة ما رسها آدم وزوجه وزوجه عليهما السلام كان الدعاء التوبة والإنابة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات في كتابه الحكيم بدوام التوبة فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر